السلام عليكم اخواني واخواتي الكرام. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. درسنا اليوم ان شاء الله سنتحدث على بعض حروف الربط في اللغة الالمانية. بعض حروف الربط. هنا كذبت لكم وهي كلمة و باللغة العربية هي ضرف. كما تعرفون في اللغة العربية يوجد ضرف زمان. ضرف مكان. اه كثير من الاظرفة. لكن هنا ايضا بعض الكلمات من غير الاظرفة. مهم هي حروف الربط في اللغة الالمانية. التي تحتاجونها والتي هي مهمة في اللغة الالمانية. بدونها بدونها فصعب تكوين بعض الجمل. وعندما تكون تعرفون هذه الحروف فيكون اه من السهل عليكم ان تعبروا على موقف او على اي شيء او تعطوا الجملة اه سياغتها الصحيحة. اذا سنتوقع على الله ونبدأ الفيديو. بالنسبة للناس التي تحتاج بعض الكلمات. فانصحكم بمشاهدة الفيديو. اذا سنبدأ كما دائما نكتب الكلمة هنا. وفي مثال ساقوم بترجمة الكلمة وايضا ان مثال كيتفهمو بطريقة جيدة. هنا كما تلاحظون فالكلمات التي اخذتها هنا فهي باللون الاصفر. اذا سنبدأ. ايضا سنبدأ. ايضا وهي لكن. لكن. هذا غالي لكن سأشتريه لك لماذا؟ لماذا أنت هنا؟ لذا نقول لهذا السبب أنا أريد أن أتعلم اللغة الألمانية تسهل بزوخش أين كوس لهذا أو فقط لهذا بدون لهذا السبب أو لهذا السبب لهذا أنا أزور درس درس يعني درس في اللغة الألمانية دروس لغة الألمانية وفنت ليش وهي وفنت ليش نقول نعني بها المرجو مثال المرجو لكن ليس المرجو من المشاهدين أو المرجو من هذا عندما تتمنى شيء ولا تقول أتمنى نقول بالصفة الجمع نتمنى أو شيء بما شابه المرجو أن ألتقيه اليوم ليس أتمنى لأن هوفن هي فعلية تمنى هي هوفن بدون تي أل إي تي ها هنا لدينا لايدا لايدا وهي للأسف أو مع الأسف إش هاب إن لايدا نشت قد خوفن أنا للأسف لم ألتقيه هنا فهذا في الماضي أخذ الفعل المساعد هابن بنسبة الناس التي لديهم مشكل مع هذا الدرس فاتدرقنا لي إليه في الدرس السابق لأفعال القياسية وغير القياسية الماضي التام و هي الحمد لله الحمد لله أو الشكر لله نعني الحمد لله هذا الشيء لم يقع تم قلق و هي تم قلق هي ضد لايدا وتعني تعني لقد نسيتها تعني تعني تم قلق مهم المهم هي ضد لايدا لايدا هي للأسف وتم قلق هي أنا لقد نسيتها تم قلق هابيش ماينو شلوس لكفوندن للحظ و شيء بهذا القبيل لحسني الحظ لحسني الحظ تم قلق هي لحسني الحظ تم قلق هابيش ماينو شلوس لكتخفن لحسن الحظ وجدتو مفاتيحي دي شلوس اللي هو مفتاح و دي شلوس اللي هي مفاتيح مفاتيح تبقى كما هي تزامن و هي معا غمينزم أيضا هي معا تزامن و غمينزم هما كلمة واحدة لكن تستعمل في بعض الأحيان غمينزم لكن دائما تستعمل تزامن تستعمل في الكثير من الأحيان هل نريدو الذهاب معا إلى السينيما كنو هي السينيما هنا جمينزم و هي شافن دس جمينزم و هي شافن دس جمينزم أنت تريدو أن تعمل شيء ولا تستطيع أن تفعله لوحدك يقول لك شخص و هي شافن دس جمينزم أي نحن نستطيع فعله معا نستطيع فعله معا ليس نستطيع بمعنى كنن لأن كنن هو يستطيع ولكن هنا شافن هي مثال أنا لا لامتحان عندما أفعل امتحان لوحدي لن أنجح فيه لكن إذا تعاونت أنا وصديق فنستطيع أن ننجز هذا العمل أو شيء بما شابه هي هذا شافن فن تعني إذا إش كوم فن إش تسايت حاب إش كوم فن إش تسايت حاب سأتي إذا كان لدي وقت إذا كان لدي وقت تعطينا الشرط أيضا مع الشرط فن وهي متى فن كومس تسمي متى ستأتي عندي متى ستأتي عندي وهي فن كومس تسمي كما قلنا نعطي معها وتكون مع الأشخاص ستكون أيضا مع الأماكن لكن إذا أردتم تفسير آآ تفسير لهذا الدرس فذكرته أيضا في دروس سابقة ودخلوا للقناة وستجدون الكثير من الدروس التي تحتاجونها وو وهي أين أين ويست ويست هي أين هو دابان هوف ويست دابان هوف أو ويست فلوغافن أو ويست يمكنكم طرح السؤال على أي شيء وو هي أين وتقولون الشيء الذي تبحثون عنه أين هو هذا أو وو ويست مين هاندي ويست مين موتا ويست مين فاتا ويست إلى أخيره أين هو أوه هي أيضا 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 إش مشت أو دا إش فيل دس أوخ كاف أنا أريدو أن أشري هذا أيضا إش مشت كثير من الناس يسألون عن الفرق ما بين وولن ومشتن وولن عندما تقول إش بيل دس هاب أنا أريدو أن أخذ هذا ومشتن تقول مثال يكون مستقبلا أو شيء مستقبلا أو عندما تقولها بطريقة أيضا مهدبة مثال أنت في مقهى أو في شيء تقول لنادي يأتي عندك تقول إش مش تسعب سأريدو أن أخذ هذا الشيء ولكن عندما تقول شيء كمثال أريدو أن أشري سيارة تقول أنت تريد الآن عندما تقول إش مشت تعني أنك تريد من بعد لكن مشتن لديها أيضا معنى آخر كما قلنا عندما تكون فطة فورميل تتكلم بطريقة رسمية مع أشخاص مثال أنت تريد شيء من دكان أو أي شيء لحصل على شيء تقول إش مش شون وهي شون وهي صراحة لا أعرفها باللغة العربية لكن المثال هنا المثال يمكنكم أن تستفيدوا منه إش بن شون اف دا عبايت مثال شخص يسألك هل أنت لازلت في الطريق تقول لا أنا أنا في العمل أنا مثال بمثال طراء تغيير يسألك شخص لدينا نخ لم أشرح نخ 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 وهي لا زالة نخ هي لا زالة بستو نخ تسو هاوز بستو نخ تسو هاوز هي هل أنت لازلت في المنزل هل أنت لازلت في المنزل وهنا يمكن أن تفهموا هذا الشيء ناين عندما نقول بالنغاتف ناين اش بن شون اف دا عبايت لا أنا أنا قد وصلت ونستطيع أن أقول أنا قد وصلت إلى العمل أنا في العمل أو يسألك شخص سأستقلك بالسيارة من 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 محطة القطار وتقول أنا في المشبين شون تسو هاوز أنا قد وصلت إلى المنزل إلى أخير أتمنى أن تكون آآ فهمتم ماذا تعني شون آآ إما وهي دائما دائما كومن زي إما تسو ديزم باك هنا بطريقة فورميل كومن زي إما تسو ديزم باك هل تأتون دائما إلى هذه الحديقة هنا زي إما وهي تعني بعض الأحيان بعض الأحيان ليس دائما دائما هي إما وزي إما ليس دائما أي بعض الأحيان ناين إش كوم زي إلا تسو ديزم باك آتي فقط في بعض الأحيان مرات قليلة إلى هذه الحديقة أو الجردة أو ما تسمى فس وهي تقريبا فس تقريبا أوكي إش كوم آآ با إحنا أعطينا آآ با التي أعطيناها في الأول إش كوم آآ با لكنني آآتي فس jeden Tag أوكي إش كوم آآ با فس jeden Tag لكنني آآتي كل يوم تقريبا فس تقريبا كل يوم تقريبا مجلش وهي ممكن مجلش هي ممكن إس دائما إس دائما إس دائما إس那ان أعدم أ seriousness ليش deal 실패�ahn أحد понятно إس دائما إن ناใ الآخر أجل하는 معا ضخرا كلاهما صحيحا ما وهي كثير فينش وهي قليل هادي هي ضد هادي تو هاس ما قلت ألس إيش تو هاس ما قلت ألس إيش أو تو هاس ما كيندا ألس إيش أو تو هاس ما أو أي شيء ما وهي كثير نستعملها أيضا في المقارنة أو أي شيء مهم هي كثير تو هاس ما قلت ألس إيش هنا يا شتمت شتمت هي صحيح صحيح تقول شيء تسمع شيء أو شخص يقول لك شيء تقول يا داس شتمت أي هذا الشيء صحيح إيش هاب إيش هاب فينش قلت ألس تو إيش هاب فينش قلت ألس تو أنا لدي مال قليل قليل بالمقارنة معك هنا بنسبة له هاد جي فبعد الناس ينطقونها بجي في الأخير وبعد الناس ينطقونها بأش في الأخير فكلهما أيضا صحيح يمكننا أن نقول فينك أو فينش كلاهما صحيح هنا فيدا أو نخمال هي مرة تانية مرة تانية زول إيش زي موغن نخمال أنغوفن أو زول إيش زي موغن فيدا أنغوفن هي مرة أخرى هل علي أن أن أتصل بكم أن أتصل بكم غدا هل علي الاتصال بكم غدا هنا وهي الآن الآن لكن تعطينا أيضا صيغة حاليا مثال فيلم يقول لك هذا الفيلم يعرض حاليا في القاعات السينمائية إلى أخير حاليا تعني أيضا يتش بين يتش عبايت لوس أنا الآن بدون عمل تعطينا ليس فقط في هذه اللحظة لكن هنا نون نون تعطينا في هذه اللحظة في هذه اللحظة التي أتكلم عليها إش مو سيتش هنا إش بمثال يتش مو سيتش عبايت يجب علي الآن الذهب إلى العمل يجب علي الآن الذهب إلى العمل هنا أعطتنا أيضا صيغة الآن ممكن أن تكون الآن الآن يعني في هذه اللحظة أو حاليا لكن نون ونون تستعمل قليلا جدا لأن يتش تعطينا أيضا معنى الآن في هذه اللحظة ونون تعطينا فقط في هذه اللحظة لكن تستعمل قليلا جدا مثال نقول إش بين إش بين نون أو في آبايت أنا الآن في العمل لكن تستعمل قليلا جدا فأردت فقط تطرق إليها زوفوت وهي أيضا الآن الآن لكن بصيغة أخرى ستعمل هذا الآن أمر ستعمل هذا الآن أو شخص يسألك ما ستعمل هذا ستقول زوفوت الآن أو يتس أيضا لكن زوفوت تعني الناس اللي تعلم اللغة الفرنسية تعني دابو أو تودابو باللغة العربية كما قلنا وهي الآن لكن الاختلاف يمكن أن نستعملها أنا الآن في هذا المكان لكن زوفوت لن نقول أن نقول أنا الآن في سوفوت هي الآن تعمل أنت ستعمل هذا الآن إش كوم زوفوت تموز سوفوت كومن إلى آخره ني وهي هي مثال شي لم تعمله أو لم آه هادي النفي نفي بشكل بطريقة أو بصيفة نهائية النفي إش هاب داس ني جزين إش هاب داس ني جزين هاد الشي لم أره قط لم أره قط أو نستطيع أن نقول أيضا نخ ني نخ ني وتعني نخ ني مثال نقول إش هاب نخ ني جا بايت أنا لم أعمل قط لا زيلت لم أعمل لا زيلت لم أعمل نخ ني أودا إش فار نخ ني إن شبانين إش فار نخ ني إن شباني إش فار نخ ني إن شبان أنا لم أكون قط في إسبانيا اسبانيا. هذا تعني نوخني وتعني حقا حقا هذا الشيء حقا جميل جدا نو وتعني فقط فقط انا استطيع فقط اليوم ان اعسي اليوم فقط وهي كل 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 شيء وقانس ايضا تعني في بعض احيان كل لكن الفرق بين آلس وقانس آلس يمكن استعمالها مع الاشياء التي يمكننا ان نعدها وقانس ليس مع الاشياء التي يمكننا ان نعدها مثل هنا هستو آلس داباي هل لديك كل شيء هنا لديك كل شيء هنا او مثل اخر هل نريد ان ناخد كل شيء معنا اشياء التي يمكن نقعدها وهي ايضا كل لكن مثال مع الاسبوع مع الايام مع مع اليوم مع الاسبوع مع السنة مع اي شيء او ايضا عندما تقول عندما تشدد على شيء مثال هنا كما اعطيتكم في المثال دست نخ كانت نوي كانت نوي هي هو جديد لكن عندما نعطيه هنا فانو نشدد على هذا هذا الحال او هذا النعت كانت نوي تسيس نخ نوي هي هذا جديد لكن عندما تقول لس نخ كانت نوي دست هايس هذا جديد جدا وجديد ايش موز دين قانس نتاك هنا اعطيتكم حالة عندما نقول قانس نشدد على المعنى او النعت وهنا قانس وهي كل ايش موز دين قانس نتاك اهو بايتن يجب عليا ان اعمل اليوم كله اليوم كله دين قانس نتاك هنا دين قانس نتاك هنا لان له ااو اكوزاتيف اوكوزاتيف دير تاك يصبح دين فالدورة الذي كلنات فيها عن اكوزاتيف اذا كان لديكم مشكل اذا هناformed اذا لدينا فلحت ربما قومت دون هواد قومت دونق security او قومت دونق Higher هنا الجواب فلايش ربما زيشة هي متأكد متأكد بستو دير زيشة او يمكن فقط ان نقول بستو زيشة او بستو دير زيشة في بعض احيان نقول ايضا دير زيشة هل انت متأكد هنا منشة وهي البعض على هي الكل هنا البعض هنا الكل هنا منشة زاخن زند هي طايرة او منشة زاخن زند هي طاية طاية هي غالية او طاية طاية هي اغلى متأل اذا قارنها باشياء اخرى نقول منشة زاخن زند هي طاية يمكن ان تقول فقط طاية اذا كنا نعرف ماذا نقارنها اذا لم نكن نعرف نقول الس الس ان ولا بايم ولا الى اخره طاية اعطي لكم في المثال الثاني طاية بهذا س نتركوها هكذا ما شزاخن زند هي طاية بعض الاشياء هنا غالية الثمن هنا على وهي الكل ، هي فند على غاني قنقص برودوكت طاية طاية السياس هنا اشخص آخر قال. اشفين دي انا اجيدو جميع اى ضطوكت راني قنقص برودوكت هما نظافه او نظافه ايه اشياء ألس بايم هنا قمنا بالمقارنة ألس بالمقارنة هنا تعطينا هاد ألس هنا بالمقارنة مع بايم بايم ونقول ماركت إذا كنا نتكلم على ماركت على سوق ممزاز نقول ألس بايم هنا باي باي يعني عند وام أضفنا ام لأن هنا هنا نقول ماركت والماركت يكون دائما بي الضاتف بي دم بايم ونقوم بايم بايم هنا موندلش وهي شفويا شففتلش هي كتابيا شفويا كتابيا هنا أعطينا مثال إشعب موغن دي موندلش بروفون هنا موندلش هي شفويا لكن عندما قلنا أضبنا إليها لإي فأصبحت مؤنت لم تصبح هنا أديكتف هي أديكتف هنا إشعب موغن دي موندلش بروفون هذا يعني أنا لدي آآ غدا لدي لدي الامتحان الشفوي شفوي شخفت ليش دي بفابون مش خفت ليش داعين دي بفابون وهي عندما شركة تطلب عمال شركة تطلب عمال وأنت تريد أن تسقدم بالطلب هذا الطلب لكي تحصل على عمل يسمى بدي بفابون تكون في سيرة ذاتية ورسالة تحفيزية إلى آخره تسمى بالبفابون آآ فعل بفابن زيش بفابن وهي أنك تدعو آآ تدفع طلب لحصل على العمل جنوك وهي كافي نيشت جنوك وهي غير كافي كافي غير كافي هابن بي جنوك بغوط هل لدينا ما يكفي من الخبز هل لدينا ما يكفي من الخبز هنا هي تعني يكفي أو كافي وهنا وعدد نصيغات ما يكفي ما يكفي ناين تسيس نيشت جنوك تسيس نيشت جنوك لا هذا ليس بكافي أو نستطيع أن نن نستبدل هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذه الكلمة جنوك بغايشن غايشن هو يكفي دس غايش نيشت ناين دس غايش هادا لا يكفي بلوتسليش بلوتسليش وهيا آآ صدفة لا آآ بلوتسليش لا أعرف لماذا أنسى هذه الكلمة بلغة عربية دائما هنا ستراح يدون آآ المثال بلوتسليش بنش كان جبود صدفة أصبحت مريضا أو غفلات عندما نقول غفلات أو صدفة حقيقة صدفة هي آآ بلوتسليش هي فجأة فجأة لا قد تذكرتها فجأة تقول كنا في طريق فجأة التقينا بشخص أو كنت هنا فجأة وقع هذا الشيء أو إلى آخره فجأة أصبحت مريضا كما لاحظتم هنا يمكننا دائما الابتداء بأي شيء كما هنا هابن بلغين هنا سؤال يمكننا دائما الابتداء بكلمة أو أي شيء ولكن والفعل يكون في المرتبة الثانية لكن في جميع الأحوال يجب على الفعل أن يكون دائما في المرتبة الثانية إلا إذا كان هناك سؤال فيكون هذه السؤال يسمى بيا ناين فخاقن يا ناين فخاقن نعم أم لا أسئلة نعم أم لا تجيب فيها دائما بيا نعم أم لا لدينا ما يكفي من الخفز سأقول لا أو نعم والفخاقن هي ماذا نقول إلى آخر سنسترق إلى هذه الفخاقن في دروس قادمة إن شاء الله كما قلت لكم دائما يكون الفعل في المرتبة الثانية في بعض الأحيان تكون جملة لكن يكون هذه الجملة تكون عبارة عن ضمير لهذا يأتي الفعل في المرتبة الثالثة أو الرابعة تشاهدون فقط أنه في المرتبة الثالثة أو الرابعة لكن فهو يحتسب في المرتبة الثانية لأن يكون الضمير طويل أو إلى آخره هنا كما قلنا بأين نحن دس غايش نش بلسلش هي فجأة أوصى هالبية خارج إنا هالبية داخل مثال نقول أوصى هالب دوشلند خارج ألمانيا إنا هالب هامبورغ داخل هامبورغ مثال نقول أيضا في هذه المسابقة يستطيع فقط الناس أن يشاركوا فيها الذين يسكنون داخل هامبورغ أو داخل هذه الولاية إنا هالب وتقول الأشياء مهم هي أوصى هالب وإن خارج إنا هالب داخل أوصى دام هي إضافة إلى هذا إضافة إلى هذا دو مست كوت دوش بخشن دو مست كوت دوش بخشن دو مست كوت دوش بخشن يجب عليك أن تتكلم اللغة الألمانية بطريقة جيدة أوصى دام إضافة إلى هذا دي ساتفكات أوصى دام إضافة إلى هذا أن تكون لديك شهادة السي واحد من المستويات المستويات اللغة هل تلاحظون بعض بعض الأشياء نقول عندما تكون يكون ضدها فنستطيع أن نقول إن في بعض الأحيان لكن ليس في بعض الأحيان التي لا يكون فنقول كما هنا هنا نقول لأنه لا نستطيع أن نقولها فهي لا نستطيع أن نقولها تقيلة أيضا في النط هنا كما لاحظتم I'll read this I'll read this شيء معتاد معتاد وأون إبليش هو شيء غير معتاد نكون معتاد معتادين على شيء فهي I'll read this أون إبليش هي شيء غير معتاد That's just here I'll read this هذا الشيء معتاد هنا أو طبيعي هنا نفعله دائما فهذا شيء يكون معتاد das ist üblich hier und das ist bei uns nicht üblich es ist bei uns unüblich dass das ist bei uns aber es ist bei uns aber nicht üblich aber das ist bei uns aber unüblich aber es ist bei uns üblich es ist bei uns üblich es ist bei uns üblich ist bei uns üblich صغيرة ليس كبيرة لازم تعطي خضراء عالم خضراء لا عالم لماذا هنا عندما نقول دائما نضيف هذه في الاخير دائما سأطرق لي إليها في موضوع في درس في درس خاص بهذه القضية هنا هل علي أن أدفع شيء إضافي هل علي أن أدفع شيء إضافي بتصال وهي دفع أو دفع أن تخلص هنا هي أي شيء تقول أي ويمكنك ربطها بمكان أي مكان أي مع شخص أي شخص إلى آخر هي أي لا يكون شيء محدود وهي تعني في أي مكان في أي مكان نستطيع أن نلتقي في أي مكان نستطيع أن نلتقي في أي مكان وهنا أبغال وهي في أي مكان أبغال نقول في أبغال مثال نقول في جميع أن حق العالم يوجد يوجدو وناس überall in der welt gibt es leute überall in der welt gibt es leute في كل مكان في جميع انحاء überall überall gibt es gute und schlechte leute überall gibt es gute und schlechte leute في أي مكان يوجد ونس طيبة ونس غير طيبة هنا نيجن دو بي عندما نريد نفي شيء هنا قلنا في اي مكان وهي في نفي كلمة في اي مكان نفي كلمة في اي مكان اعذرني لا اعرف بالطبط لكن نفي كلمة في اي مكان ليس في اي مكان او شيء مهم هي نفي كلمة في اي مكان نقول في ولا مكان او شيء بهذا القبيل لا يوجد في اي مكان فقط فقط اناس طيبة ففي جميع الاماكن توجد اناس طيبة واناس غير طيبة ولا في مكان يوجد فقط اناس طيبة هي ماند وهي شخص شخص استيماند هي استيماند هي هل هناك شخص اي شخص تكون في مكان خالي ولا تجد اي شخص او اه تذهب عند مكتب او اي شيء ولا تجد ولا تجد شخص لا ترى شخص فتسأل استيماند هي استيماند هي او استيماند هي هل من شخص هنا هل من شخص هنا اي شخص اي شخص ليس اي شخص فنا عمه جميع الاشخاص لكن اي شخص تقول اي شخص ليس بالضرور ان يكون شخص معين اي شخص فنستطيع مثال ان نقول اي شخص يمكنه فعل هادا الشيء اي شخص لا يكون شخص معين بقدرات او باشياء دو كاند دو كانست دو كانست اس里 جندي 혼وند هم غيا codes دو كانست اسي جندي من LuM Göben دو كانت plateerك نواد محق من سماكان دو ان تعطيه ان تعطيه ان تعطيه لأي شخص لأي شخص يمادم يماند هنا كما هنا يماند هو شخص يعني اي شخص ليس بشخص معين يكن يماند هنا اضفنا ال a وال m어�wijahahahaha نيماند وهي ولا شخص ولا شخص اش كان نيماند هي انا لا اعرف اي شخص هنا انا لا اعرف اي شخص هنا هي شخص نيماند وهي نفي كوستلوز وهي وهي كوستلوز هي فري باللغة الالمانية باللغة الانجليزية يعني بدون مقابل بدون مقابل شيء يكون بدون مقابل اه فابور باللغة العربية هي بدون مقابل شيء يكون بدون مقابل فري المثال وهو نشت اسكوستلوز لا شيء لا شيء بدون مقابل لا شيء بدون مقابل نشت هي لا شيء دامالس دامالس وهي فيما مضى فيما مضى الماضي اذا دامالس ماينفخون هو كان هنا في الماضي التام ماضي التام بخير تغيرتم شيء حاجة اه شيء وقع ومضى عليه وقت وقع وانتهى وانتهى سنزق ترقل هذا الدرس البخير تغيرتم في درس ايضا مقبل من الدرس مقابل ان شاء الله اذا دامالس ماينفخون هو كان فيما مضى صديقي ولن يبقى صديق ولم يبقى صديق الان هو ليس بصديق لي لكن كان في الماضي صديقي فوه وهي قبل قبل يبقين ان تستعملها في جميع اه جميع الجمل او السياغات التي تقول فيها قبل لقد ذهبت عند الطبيب قبل ان التقيك لقد فعلت هذا قبل ان هذا اشهب اشهب اشهاب هذا فوهي قمقت لقد قمت بهذا قبلا قبلا او سابقا قغاد كغاد وهي الان الان كما قلنا نون او يت لكن تعطينا نستعملها في سياغة جمل اخرى قغاد وهي الان وتعطينا بالطبع ماذا تفعل او بهذا الشكل أنا الآن أكتب مع الأفعال نقوم بهذه لأن في جميع الأفعال وهو يكتب لكن عندما نقول وتقول فيصبح وتصبح الكتابة إلى آخر وتقول أنا أكل باللغة باللغة الإنجليسية الذي يكون في في طور تكون في طور وهو هذا باللغة الألمانية تقول وتعني أيضا أيضا في هذه ليس في هذه اللحظة لكن قبل هذه اللحظة بثواني قليلة أو أبن هنا لقد كان هنا قبل ثواني قليلة أو قبل بضع دقائق أبن أبن أو نقول إيش هاب تس قراد إيبن قراد جمعت أو قراد إيبن قراد إيبن يمكننا أيضا أن نلصق هذه الكلمات مع بعض وتعطينا أيضا الآن أو قبل وقت قصير جدا جلايش جلايش وهي تعني بعد قليل فقط بعد قليل تكون محدودة في أجل 15 دقيقة 10 دقائق هذه هي جلايش بالد وهي أيضا بعد قليل لكن تتعد تتعد الساعة أو إلى آخر جلايش كما قلنا فهي فقط تكون محصورة فقط في بضع دقائق بالد فهي كبيرة بعدها بعض الشيء زمن طويل بعض الشيء على الدقائق شبيتا وهي أطول من بالد أطول بش كوم شبيتا بش كوم شبيتا بش كوم شبيتا يعني سأتي فيما بعد يمكن أن تكون ثلاث ساعات أربع ساعات إلى آخره وكذلك ناخية أيضا ناخية مثال وهي أيضا فيما بعد بعد بس كلاح بس كلاح ناخت نحن لدينا عندما تعمل وإذا يكون انتهيت من العمل يسمى هذا بالفايا باللغة الألمانية أنك لديك الآن فراغ عملت وانتهيت من العمل الان سنذهب الى المنزل ونقل ايضا بس كلايش بس كلايش هي الى اللقاء الى اللقاء في القريب بس كلايش انا ساذهب ساخرج الاشتريش واعود ساقول لك بس كلايش وهنا بالد كومش تش بزوخن ساتي اليك ساتي لزيارتك عم قريب بس بالد بس بالد يعتقل ايضا للأشخاص بس والد يعتقل ايضا لقاء القريب او اذا كان في بالحيان تشهيد فيلم اشحال الفيلم ويقولون بالد اي قريبا قريبا شبأت المست Sodium later. مرح 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 المرح اعطتنا مثال نوخ انت فعل شيء ولا يزال عليك فعل شيء اخر لا يزال كما قلنا نوخ هي لا يزال لا يزال عليك فعل شيء اخر اذا كنت فعل شيء فتقول فقط تقول فقط تقول او نقول ايضا بس شبه هي لا يزال لا يزال اخر اذا كنت فقط تقول او نقول ايضا بس شبه هي الى من بعد من بعد سنلتقي من بعد سنقول بس شبه ناخ هي كما قلنا هي ايضا فيما اه بعد قليل او تكون ايضا لكن ناخ هي تعطينا بعض الساعات ايش غفضيش ناخ هي نوخ مال ان نوخ مال هي مرة اخرى ايش غفضيش ناخ هي نوخ مال ان سا وعاودوا الاتصال بك فيما بعد وهي عندما شخص يقول لك شيء تقول كان كان هي زقول مثال بكل سرور الشخص يقول لك تقوم له بخدمة ويقول لك شكرا تقول له كان بايه او بدون ايه فهي نفسها ايش مشت كانت سومش تخان او عندما تقول ايضا مع فعل تريد فعل شيء وتقول معها كان اي تريد هذا الشيء بي انت تريد ان تفعل شيء لك شهية ان تفعل هذا الشيء فتقول كان ايش مشت كان او شتخانت كان اريدو اريدو ان اذهب الى البحر وهي الى اليسار غشت هي الى اليمين كما قلنا هي دقائق عندما يكون شخص يسوق سيارة او يتمشى على رجليه ويسألك عن طريق ويجب عليه ان يدور يسارا فتقوله يجب عليك بعد قليل ان تدور الى اليسار غشت سوايا نفسها دو كانت هي غشت باكن يعني يمكنك ان ان تضع السيارة او تقوم برقن السيارة هنا يمينا يعني نحن غادة اوث هي غادة اوث وهي اه ديريكت ديريكت الى الامام مباشرة الى الامام زيزون غادة اوث بايتا فان عندما تكون تقود فان وهو يقود بايتا فان وهي مزاورة القيادة الى الامام زيزون غادة اوث ويقود بايتا فان او الزيزون غادة اوث فان كلا هو ما صحيح فورنا وهي الامام فورنا هي امامة فورنا هي امامة او فورنا الى الامام ايضا دا فورنا هنا في الامام غيبت اس اوخ اينا ابوتكة هنا في الامام توجدوا صيدلية هينتن وهي وراءة دا هينتن استاس شتادين شتادين وهو ملعب القرات القدم هو هنا في الخلف أفن وهي مفتوح شيء مفتوح أي شيء محل أو متجر أو أي شيء مفتوح كينو كما قلنا وهي سينما نستعملها مع أفن مع مفتوح اليوم هو اليوم فهي مفتوحة اليوم وهو مقفول بس وان إلى متى بلايبت وهو بلايبن بس وان بلايبت الى متى سيبقى المتجر أو هذا المتجر مسدودا أو مقفولا هنا الذين دا كما تلاحظون دا كتبتها مرتين وتعني دا الأولى تعني هنا دا والمعنى الثاني لدا وتعني مثال فيل نعم أنت ترق إليها هنا قد ترقت إليها في درس سابق فيل وهو لهذا السبب كما نقول دس هال لهذا السبب لا 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 ليس لهذا السبب لأن لأن ليس لهذا السبب وهنا كما قلنا هنا دا هابن هابن بي أون سم أسن مال جتوفن دا هابن بي أون هنا لتقينا للمرة الأولى هنا للمرة الأولى دا كما قلنا لأن إيش خايب إينا ديزن بريف بار تعني بعض بعض المعلومات فهي براوخ من فعل براوخ نووي يحتاج آنفخ شفير آنفخ هو سهل شفير هو صعب أو لائش عندما نقول لائش هو خفيف شيء خفيف أيضا خفيف الوزن أو أيضا سهل وشفير تعطينا معنى أيضا ثقيل ثقيل أو صعب دس كانت آنفخ كانت كما قلت لكم تو تشدد أو مثل أن هذا الشيء سهل لكن عندما يكون سهل جدا فأنت كما قلت الآن باللغة العربية هذا الشيء سهل أو هذا الشيء سهل جدا عندما تحاول التركيز على هذه الحال أو على هذا النعت أنه أيضا هذا الشيء سهل جدا تقول ganz تضيف هذه كلمة ganz يمكن فقط أن تقول das ist einfach لكن عندما يكون سهل عندما نقول فور كما قلنا فور هي لي لي فور مش als anfänger هنا als تعطينا ك مثل ك ك بالنسبة لي كمبتد als anfänger ist das aber schwer für mich als anfänger ist das aber schwer بالنسبة لي كمبتد فهذا الشيء صعب هنا لنطق باللغة العربية aber لكن لكن نكتب ها كما قلت لكم هنا قد سبق وقلت لكم في بعض أحيان يأتي الفعل في المرتبة الرابعة نشاهد أنه في المرتبة الرابعة لكن في المرتبة الثانية لأن هنا فهنا ضمير أنا فهنا هذه الجملة كلها تعني ضمير أنا في مش ألس أنفن غ إست أب ش في بالنسبة لي كمبتد فهذا الشيء صعب هو قال هذا لكن بالنسبة لي فهذا الشيء صعب إذا كان هذا هو درس اليوم كان درس طويل جدا فتعبنا معه لكن الوقت التي أحس 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 من هذا الدرس إذن أتمنى لإخوان الأخوات أن تستفيدوا من هذا الدرس إن شاء الله وأن تدعمونا بالاشتراك في القناة وبالتالي نزل الضغط على زر الإعجاب من طبيعة الحال إذا عجبكم الفيديو إذا لم يمعجبكم الفيديو فلا يجب عليكم الضغط عليها وأن تشاركوا القناة مع أصدقائكم حتى حتى ندعم هذه القناة لأنها قناة جديدة وتحفزونني على إعطاء فيديوهات جديدة ودور الجديدة إذن إخواني وأخواتي كان هذا هو فيديو اليوم سنلتقي في فيديو قادم إن شاء الله وبموضوع جديد في تعلم اللغة الألمانية إذن السلام عليكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر